الزيادة المفروض تكون قدية في الوزن يعني دي برضو حاجة بتقابلنا المفروض الزيادة تكون قدية احنا بيقولون دايما من 8 ل 12 كيلو على حسب الوزن بتاع السيدة قبل الحمل عشان كده احنا كتير قوي من السيدات لو كان هو أساسا وزنهم زيد ما يستحبش حتى يزيدوا يعني فيه كتير قوي من السيدات لو الوزن زيد من أول الحمل احنا بنلاقي ان هم ممكن يكملوا الحمل كله بدون الزيادة اللي هي المفروضة دي بل بالعكس فيه ناس بتخص في الحمل لو هم وزنهم زيادة مفرطة في الوزن يعني ودولة بيبقوا عرضة أكتر لبعض المشاكل أثناء الحمل فاحنا دايما بنقول ان الزيادة المناسبة انها تبقى من 8 ل 12 كيلو طبعا الزيادة دي بتبقى متناسبة في أول 3 شهور فيه احتمال كبير جدا انه بيبقاش فيه زيادة خالص أول زيادة كيلو أو 2 كيلو وبعد كده بتبقى زيادة تقريبا كيلو لـ 750 جرام كل شهر حد ما نوصل إلى الشهر التاسع ودية بيبقى أكتر وقت فيه الزيادة الزيادة بتكون أكتر لو كانت حامل في توقم طبعا أو multiple pregnancy أكتر من كده هتبقى الزيادة موجودة فيها أكتر من العادي طيب ايه المشاكل بتاعت الزيادة المفرطة في الوزن أثناء الحمل احنا بنقول دايما ان فيه حاجات كتيرة جدا بتحصل أثناء الحمل ممكن تؤدي إلى مشاكل من ضمن الحاجات اللي هي بتحصل دية ان يكون عندها ارتفاع في المشاكل اللي ممكن تحصل لزيادة الوزن ارتفاع في الضغط أثناء الحمل ودوة بنشوفه أكتر في الناس اللي عندهم زيادة في الوزن ان يبقى فيه سكر حمل سكر الحمل دوة عبارة عن ارتفاع في نسبة الجلوكوس في الدم ودية بتبقى موجودة في الأواخ في أشهر الأخيرة بتكون السيدة طبيعية جدا ما بيكونش عندها أي مشاكل تيجي في الأشهر الأخيرة يبدأ عندها ارتفاع في السكر في الدم دي مشكلتها ايه؟ مشكلتها انها هتضطر طبعا في أغلبية الوقت ما بتبقاش مشكلة مرضية جدا لكن هي بتحصل أكتر للناس اللي عندهم زيادة في الوزن ما هيش مشكلة مرضية لان احنا ممكن نعالجها وبيتم اكتشافها لان الطبيب دايما بيعمل فحص دوري وبيعمل تستات فبيقدر يكتشفها بتحصل في واحد في المية من السيدات ودولة بياخدوا علاج العلاج دوت عبارة ايامة دايت بنعمله دايت كنترول بتاخد ريجيم معين وتقدر انها تعملها لا كنترول او انها تاخد انسولين وفي بعض الاحيان طبعا بنحتاج ان احنا ندي الانسولين لان هي ارتفاع السكر في الدم ما هواش محبز وقت الحمل وفي نفس الوقت لقينا برضو حاجة اللي عندهم زيادة مفرطة في الوزن وقت الحمل نسبة الولادة القيصرية بتزيد نسبة ان الجنين نفسه يكون حجمه اكبر من الطبيعي فبالتالي يؤدي الى ان احنا نضطر المشاكل جامدة جدا اثناء الولادة الطبيعية طيب الناحية التانية برضو لازم نقول هل احنا ممكن عن طريق ان السيدة ما تبقاش عندها علم بالزيادة في الوزن دي اتمكن انها تضرر نفسها وقت الحمل يعني دي مهمة جدا ان اغلبية السيدات بيكونوا بيقودوا يسألوها يعني اول تلت شهور تقول طيب انا اكل ايه ايه الحاجات اللي هي تساعد على النمو الطفل هل انا لو ما اكلتش كويس هيحصل حاجة للجنين هل انا ممكن لو اغذية معينة اخدها ممكن تضر الجنين هل انا مسموح لي ان انا اخد ادوية اه وقت الحمل ولا مش مسموح لي الحاجات دي كلها السيدة من اول وبتبقى حامل بتبقى عايزة تسألها طبعا احنا بنقول بالنسبة نبدأ اول حاجة الحاجة المهمة اوي هل هي لو بتطعطى بعد الادوية هل تمنحها تماما ولا لا يعني مثلا فيه سيدات مرضى مزمنين بحاجات معينة وبياخدوا كورتيزون بياخدوا حاجات كده طبعا لابد انها تسأل الطبيب لان اغلبية الوقت الادوية اللي هي مستمرية عليها هتضطر انها تستمر عليها فبالتالي اه ما نقدرش نحنا نقنمنا عنها الادوية اللي هي اه بتاخدها لكن احنا اللي احنا نقدر نعمله ان احنا نغير الادوية بحيث حاجات متناسبة مع الحمل يعني مثلا سيدات بياخدوا مثلا لتزمية السكر بياخدوا ادوية معينة اللي هي أورال هايبوغليساميكس نيجي في وقت الحمل نبدأ نخليهم يشفت للانسولين بدل ما هم ماشيين على الأورال هايبوغليساميكس اشتركوا في القناة